سمر الغارات الجوية للطائرات الحربية الروسية على مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي منذ قليل هذا الدخان الذي يتصاعد هذا كانت غارة روسية على منطقة حانتوتين في ريف إدلب الجنوبي طبعا هذا الطريق الذي نتواجد عليه أيضا يشهد حركة نزوح كبيرة من المدنيين من مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي والقسم الشرقي لقرى جبل الزاوية حيث تستهدف الطائرات الحربية الرشاشة رشاشة الطريق الدولي حلب دمشق ورغم إعلان الأوتشا عن فترة تهدئة لمدة الساعة السادسة مساء لكن الطائرات الحربية الروسية قامت بتنفيذ عدة طلعات جوية بالحرب الرشاش على الأوتستراد هذا الطريق يشهد حركة نزوح كبيرة للمدنيين من هذه المناطق اليوم هناك تصعيد من قبل الطائرات الحربية الروسية على القسم الغربي من معرة النعمان كفرومة حانتوتين وهذه المناطق حيث نفذت الطائرات الحربية أكثر من عشر غارات حتى هذه اللحظة طبعا الوضع العسكري بشكل عام ومناطق الاشتباك هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة في ريف معرة النعمان الشرقي وقوات النظام التي تحاول التقدم بعد سيطرتها على منطقة جرجناز هناك تمهيد على منطقة المنس والغتفة في ريف معرة النعمان الشرقي أحمد أمين تلفزيون وسوريا ريفو إدلب